من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس قامت الوزارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بتفتيش 134 محلا ومنشأة تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية وتم تنفيذ الحملات التفتيشية للإطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 108 مخالفات تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق المحال تحفيظا وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وستتم إحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات المنشآت إلى الانتزام بتطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة والتعامل بكفاءة ووعي تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة ومن جانبه شدد الجهاز الوطني للإرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق داعيا المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوة عند ملاحظة أي مخالفات أو تجاوزات لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز